أنواع الضحك في علم النفس أنواع الضحك في علم النفس تشير البروفي سورة صوفية سكوت من كلية لندن الجامعية التي تدرس علم الأعصاب الإدراكي للتواصل البشري إلى وجود اختلاف في أنواع الضحك الذي يستخدمه الفرد تبعا للمواقف الاجتماعية التي يمر بها كما تشير إلى أن البشر يعتقدون أن الضحك قد يصدر بسبب النكة والمواقف المضحكة التي قد يمرون بها ولكن العالم النفسي روبرت بروفينز يشير إلى أن الضحك سلوك اجتماعي حيث يميل البشر للضحك عندما يكونون برفقة آخرين ويعني ذلك أن الكثير من الضحك النابع من الإنسان هو في الحقيقة بسبب حاجته للتآلف إذ يضحك الكثيرون لإثبات حب هام لشخص ما أو لإثبات معرفتهم بها وتشير سكوت إلى أن أهم نوعين من الضحك هما ما يأتي واحد الضحك العفوية أو التلقاء ويحدث هذا النوع من الضحك عند البدء بالضحك وعدم امتلاك القدرة على التوقف وفقدان السيطرة تماما وفي حال إرغام النفس على توقف عن الضحك فسيبدأ الفرد بإصدار أصوات فكاهية ويمكن أن يحاول التحدث إلى أن صوتا سيخرج بشكل غريب الضحك الاجتماعي لا ينطوي الضحك الاجتماعي على الكثير من الضحك كما هو الحال في الضحك العفوي ويحدث خلال المحادثات التي ينخرط بها الفرد فيضحك بسرعة وينتهي من الضحك بسرعة وغالبا ما يحدث الضحك الاجتماعي بسرعة كبيرة وينتهي بسرعة أكبر مقارنة بالضحك العفوي ويختلف الضحك الاجتماعي باختلاف المواقف الاجتماعية التي يخضع لها الفرد علاقة الضحك بتحسين وظائف الجسم لا شك في صحة مقولة الضحك أفضل علاج فمن ناحية الفيسيولوجية يتسبب الضحك في زيادة معدل ضربات القلب وزيادة سرعة التنفس الأمر الذي يسمح بوصول المزيد من الأكسجين للخلايا ويساعد على بسط العضلات بشكل أكبر فقد اكتشف دكتور ويليام فراي الباحث في مجال سايكولوجية ضحك شديد في جامعة استنفورد أن تجديف لمدت عشر دقائق يرفع معدل ضربات القلب بنفس الدرجة التي يرفعها ضحك لمدت دقيقة واحدة 2. علاقة الضحك بالصحة الذهنية يقدم الضحك فوائد كبيرة لصحة الذهنية ففي التجربة التي قام كل من كولوفورد ويكالتبيانو في عام 2011 ميلاديا والتي تضمنت استخدام برامج مهارات الفكاهة إذ وجد الباحثان أن المشاركين الذين تم تدريبهم على مهارات الفكاهة تظهروا زيادة في التفكير الإيجابي وانخفاضا في التفكير السلبي وتطورا في الكفاءة الذاتية وامتلاك قدر أكبر من التفاؤل وانخفاض أعراض القلق والاكتئاب مقارنة مع غيرهم من غير المتدربين على هذه المهارات